الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نواصل في سلسلة الدروس المتعلقة بمقياس مدخل العلم القانون سوف نتعرض إن شاء الله اليوم إلى تقسيمات القواعد القانونية وذلك بعد أن تم تفصيل أقسان القانون وقلنا في الفصل الأول بحيث قلنا بأن تقسيم أقسام القانون يرجع إلى العهد الروماني وهو لا يزال يعمل به إلى حد الآن وهو يقسم إلى قسما أساسيا القسم العام وقسم الخاص وقلنا بأن التفرق الأساسية ما بين القسمان تكمن في عنصر السيادة أو السلطة بحيث أن كلما كان أشخاص القانون العام يتميزون ب يعنصر السيادة والسلطة فهذا الفرق من القانون يندرج ضمن القسم العام في حين كلما كانت القانون ينظم العلاقات الأفراد بما بينهم أو وجود شخص من أشخاص القانون العام ولكنه يتجرد من صفة السيادة والسلطة فهو يندرج ضمن القسم الخاص من القانون بالنسبة لتقسيمات القواعد القانونية فهي تقططي عملية تحليل لفرضيات هذه الفرضيات مقسمة إلى أقسام ثلاثة الفرضية الأولى تتعلق بالمعيار الشكلي الفرضية الثانية تتعلق بالمعيار المادي والفرضية الثالثة تتعلق بالمعيار العملي فيما يخص المعيار الشكلي فيما يخص المعيار الشكلي للفصل بين القواعد القانونية فهنا الفقه يفرق بين قسمان فهنا الفقه يفرق بين قسمان القواعد بين القواعد القانونية المكتوبة والقواعد القانونية الغير مكتوبة ففيما يخص القواعد القانونية المكتوبة هي تلك القواعد المدونة كتابة والصادرة عن سلطة مؤهلة لإصدار التشريعات وبهذا المعنى تقتصر هذه القواعد على النصوص التشريعية فقط الصادرة في شكل تقنينات منشورة في الجريدة الرسمية وذلك بعد إقرارها من قبل السلطة التشريعية غير أن هذا المعنى قد يكون قاصرا على إدراك مجال القواعد المكتوبة والذي يشمل أيضا مختلف التنظيمات المكتوبة الصادرة عن السلطة التنفيذية وعلى مستوى أعلى دستور مكتوب الذي يحتل قمة هارم القواعد المكتوبة وبالتالي فهذا التقسيم يركز فقط على القواعد القانونية المكتوبة يعني الصادرة عن السلطة التشريعية وبالتالي هنا يجردنا من المصادر الأخرى التي سوف نقوم بدراستها في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله يقوم بتجريد أو يقوم بتنس المصادر الأخرى فهو اتجاه يمكن انتقاده لأن القواعد المكتوبة لا تقتصر فقط في القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فبالنسبة لأحكام الشريعة الإسلامية على سبيل المثال هي قواعد مكتوبة وهي أيضا من المصادر المنصوصة عليها في القانون آما فيما يخص النقطة التانية القواعد القانونية غير المكتوبة فهي ماذا يقصد بها؟ فهي تلك القواعد المتداولة شفاهة عبر القول والسمع والذاكرة ويتم تناقلها عبر التواتر من جيل إلى جيل تبعا لما حفظته الذاكرة من الإباحة، من التحريم أو النهي أو الأمر من الأعراف والطباع الملزمة للأفراد وبالتالي يمثل العرف أو القانون العرفي بصفة أدق المثال الوحيد الصادق عن القاعدة القانونية غير المكتوبة حتى وإن حاول بعض الكتاب إضافة الدين إليها هذه الإضافة في غير محلها لأن الأديان السنوية جاءت مكتوبة وبالتالي فهذا التقسيم يقتصر على القواعد القانونية الغير المكتوبة فيتبادر بالصورة الأساسية الأعراف لماذا؟ لماذا الأعراف؟ لأن العرف هي من مصادر القانون وهي المصدر غير مكتوبة لأنه هناك شعور نفسي على العمل به فهذا فيما يخص المعيار الأول الذي يقسم لنا القواعد القانونية إلى قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة فقلنا بأن القواعد المكتوبة هي كل النصوص الصادرة عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية يعني الهيئة المخولة لها قانون في البلاد إصدار القوانين في حين القواعد الغير المكتوبة فالأحسن مثال هي الأعراف لماذا الأعراف؟ لأنها تلك القواعد متداولة شفاهة أو عن طريق السمع ومتواترة يعني يتم متنقلها من جيل إلى آخر فيما يخص موقف المشرع الجزائري من المعيار الشكفي لقد أقر المشرع الجزائري في نص المدى الأولى من القانون المدني التفريقة بين القواعد المكتوبة وحصرها في التشريع والشريعة الإسلامية وقواعد غير مكتوبة وحصرها في العرف وبالتالي نقول بأن المشرع الجزائري قد أخذ بالمعيار الشكلي في تقسيم القواعد القانونية فأخذ بالقواعد المكتوبة واعترف أيضا بالقواعد الغير المكتوبة فكمصادر للقانون في التشريع الجزائري هذا ما يخص المعيار الأول لتقسيمات القواعد القانونية أما فيما يخص المعيار الثاني هو المعيار الموضوعي فالمعيار الموضوعي هناك وجبة تمييز بين نوعا بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية فماذا يقصد بالقواعد الإجرائية؟ فالقواعد الإجرائية تضع إجراءات لتحصيل حق سواء كانت إجراءات اتفاقية كإفراغ العقد في شكل معين والاتفاق على إجراءات معينة لإبرام أو إنقضاء العقد أو كانت إجراءات قضائية مدونة في قانون خاص مثلا قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بمقتدى القانون 0908 والذي يشمل إجراءات التي يتعين على الأفراد اتباعها عند اللجوء إلى القضاء كقواعد الإختصاص، رفع الدعاوة، وسيرها، طرق الطعام إلى غير ذلك فكل هذه القواعد هي قواعد إجرائية بمعنى شكليات متبعة في العرض خصوصا أمام القضاء وبالتالي وجب إتباعها لأنها عبارة عن قواعد آميرة تتعلق بالنظام العام أما فيما يخص القواعد الموضوعية فهي كل القواعد التي تقرر حقا أو تفرض واجبا وعادة ما ترد هذه القواعد في تقنينات موضوعية كالتقنين المدني أو التقنين التجاري والحق بالمعنى الموضوعي هو كل مزية أو قدرة أو السلطة يقرها القانون ويحميها والحق هو جوهر القانون والقانون هو جوهر القانون يعني التفرقة ما بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية فبالنسبة لي القواعد الإجرائية هي تلك النصوص القانونية التي تضع لنا إجراءات لتحصيل الحقوق أما القواعد الموضوعية فهي كل القواعد التي تقرر حقا أو تفرض واجبا لهذا هو التفرقة ما بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية ونقول بأن المشرع الجزائري هل أخذ به كلا من التقسيمات عفوا كلا من التقسيمات في المنظومة القانونية نقول نعم كأن المشرع الجزائري قد وضع لنا ترسانة من النصوص التي تحدد الإجراءات منها قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون الإجراءات الجزائية وهناك مجموعة من القوانين التي تنظم وتقرر حقوق وتفرض واجبات منها القانون المدني القانون التجاري إلى غير ذلك من القوانين أما بالنسبة لآخر معيار لتقسيمات القواعد القانونية فهناك المعيار العملي والمعيار العملي هنا هناك قسمة أساسية فيه هي وجود قواعد أميرة وقواعد مكملة أو مفسرة فماذا يقصد بالقواعد الآميرة؟ القواعد الآميرة هي تلك القواعد التي لا تستطيع إرادة الأفراد مخالفتها أو هي تلك القواعد التي لا يجوز للأفراد مخالفتها أو الاتفاق على عكسها وانطلاقا من هذا تتمثل وظيفة القواعد الآميرة في إصدار أمر للقيام بفعل أو أنها تنهى عنهم ويترتب عن ذلك إنعدام التام بإرادة الأطراف اتجاهها خضوع والخضوع المطلق لأحكامها فهي مقررة للمصلحة العامة ولها ارتباط وثيقة بكيان المجتمع ومبادئه ونظامه العامة وآدابه العامة نظرا لهذه الأهمية كيفها الفقه على أنها قواعد آمرة لكن هذا المصطلح في الواقع منتقد لكون القواعد القانونية حتى مع صبغتها الملزمة ليست كلها آمرة حيث يتواجد إلى جانبها قواعد قانونية ناهية تتضمن نهيا عن عمل أو امتناعا عن آداء عمل معين كما هو منصوص عليه مثلا في المادة 350 من قانون العقوبات ماذا تنص؟ تنص على أنه كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر أو نص المادة 145 من القانون المدني التي تقضي لا يمكن للدائني أن يطالب بحق مؤجل قبل حلول أجلها وبالتالي ماذا يمكن القول على القواعد الآمرة؟ فالقواعد الآمرة لا تكون دائما مقررة لأحكام يمكن أن تأتي بصيغة الأمر كما يمكن أن تأتي بصيغة النهي ولكن ما يتفق عليه هي قواعد لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فكل اتفاق على مخالفتها يشكل ضرر على المصنحة العامة يوقع عليه المشرع الجزاء أما ما يخص القواعد المكملة أو القواعد المفسرة لقد عرفها البعض من الفقهاء بأنها القواعد القانونية التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها أو ما يعبر عنها بتعبير آخر بأنها القواعد التي تهدف إلى تنظيم المصالح الفردية للأشخاص في الحالات التي يكون هؤلاء الأشخاص غير قادرين على تنظيم علاقاتهم بأنفسهم ولهذا السبب سمها الفقهاء بالقواعد النسبية بالمقارنة مع القواعد الآمرة ماذا؟ لأن القواعد الآمرة هي قواعد مطلقة أو كما يسميها البعض بالقواعد التصريحية لأنها تكتفي بالتصريح بالقاعد القانونية دون فرضها على الأفراد كما يمكن وصفها بقواعد تفسيرية لماذا؟ لأنها تكتفي بتفسير سلوك الأفراد في حالة عدم الاتفاق أو الغموض أو سكوتهم عن التصريح عن إرادتهم من أمثلة القواعد المكملة أو القواعد المفسرة مثلاً لو نأخذ اتفاق شخص ألف مع شخص با على بيع قطعة أرضية وبالتالي بيع الأراضي هي طبعاً من البيوع الشكلية لماذا؟ من البيوع الشكلية لأن المشرع يجب أن يكون هذا العقد عقد توتيقي أولاً عقد توتيقي فيمكن أن الطرف ألف البائع مع المشتري يتفق على بيع قطعة أرضية بـ 8 معلوم ولكن تاريخ كتابة العقد يكون مؤجل فالسؤال الذي يطرح هنا هل العقد صحيح نعم أم لا؟ فيقال بأن العقد صحيح ولكن ينقصه إجراء شكل لماذا عقد صحيح؟ لأنه وجود تاراضي ما بين البائع والمشتري هناك إيجاب وقبول هناك محل لهو القطعة الأرضية وهناك ثمن معلوم والسبب طبعاً يكون مشروع لهذا يمكن أن يكون هناك البيع الأولي ثم بعد مدة زمنية متفق عليها بين الطرفان يتم إجراءات الكتابة وبالتالي فهي من قواعد فهي قواعد مكملة لأنه في حالة الاتفاق بين الطرفان لن يكون هناك ضرر على المجتمع ولن يضر المصلحة العامة بعكس القواعد الآمرة فهي تفرض قواعد لحماية المجتمع هذا بعجالة فيما يخص تقسيمات القواعد قلنا بأن المشرع الجزائري قد أخذ بالأنواع الثلاثة سواء فيما يخص القواعد الإجرائية والموضوعية سواء فيما يخص القواعد المكتوبة والغير المكتوبة والقواعد الآمرة والقواعد المكملة في صياغة النصوص القانونية وشكراً